اشتركوا في القناة يوم التسعة وعشرين رمضان وخلاص رمضان بيلم كمان اغراضه لكن اكيد سايب معنا سلام وممكن يكون ده اخر يوم في رمضان وعشان كده احنا الفراء ممكن يكون تيل علينا وعشان كده بنحاول نتخلص من الفراء ده ونذكر نفسنا ان احنا مع رمضان مش هنودع رمضان لكن هنودع رمضان هنودع رمضان يعني نودعه عند الله ونمشي معاك كل يوم في الرحلة الميلاد الجديد والعتق من نهار النفس الامارة بالسوق ونوصل النهاردة لشيء مهم جدا جدا عند المشاعر اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهاردة النهاردة هنتكلم عن سلام مهم جدا جدا ما ينفعش نخرج من رمضان واحنا خارجين بالميلاد الجديد من مدرسة السلام مدرسة رمضان غير ما نقف ونتعلم السلام ده لانه سلام مهم جدا لكل واحد فينا اللي هو سلام ايه سلام التعافي السلام اللي بيغرق فيه الانسان في اسرار واذا مردته فهو يشفيين انه يخرج ويتعافى عشان يخرج بقلب سليم الا من قتى الله بقلب سليم وانقول ازاي نعيش بالسلام ده عشان نتعافى من مقدرات النفس الامرة بالسوق قصة مقدرات النفس الامرة بالسوق دي والا عياذ بالله شيء وحش وشيء سمج وعشان كده احنا شايفين ان التلت ده كنا لازم نتكلم عن ان احنا العطق من نار النفس الامرة بالسوق ومن أكتر الأشياء اللي النفس الامرة بالسوق بتلعب بيها علينا عشان ما نرجعش الفطرتنا اللي بيها هنوصل للميلاد الجديد هي فكرة مهمة جدا ناخد نفس كده ونسمع الفكرة دي هي فكرة سلطان المشاعر ان المشاعر تقدر تسيطر علينا ومنها سيطرة الشعور مثلا بالحزن علينا عشان كده النهاردة هنتكلم معاكم عن قافة سلطان المشاعر قافة مريرة لما تحس ان انت عبد المشاعرك بتقول ايه عبد المشاعرك نعم عبد المشاعرك سلطان المشاعر هي اللي بتخليك تنحرف بالوجدان وتحصل عندك عدم اتزان فما فيش شيء فيك ليه سلطان عليك ما فيش اي شيء ليه سلطان عليك السلطان بيجي لما بنقرر الوحيد اللي ليه سلطان عليك ليس لأحد سلطان عليك لأن السلطان للأحد وزاك لما يجي واحد فينا يقرر ان يسيب ايديه ويسيب نفسه هي اللي تتحكم فيه ولو مشاعرك بقى ليها السلطان عليك هتعمل ايه هتفرض في التفكير وفرط التفكير يضعف ارادتك ويكمان يخليك تيأس من قدرتك على اقدرتك لمشاعر لكن لو اتزنت المعايير عندك هي اللي كان ليها الصوت وهيتزن تفكيرك في ساعتها وبالتالي هتتزن مشاعرك لكن لو معاييرك ما كانتش متزنة هتلاقي مشاعرك هي اللي هتحتل المشهد وهي اللي هتقوم بدور المسيطر وساعتها مش هيبقى الا ان في الجسد الامضغى لو صلوح صلوح الجسد كله الا وهي القلب ساعتها المشاعر اللي جاي من النفس وساعتها النفس هي اللي هتسيطر بمشاعرك على كل اجزائك وهتخليك ايه اللي حاصل تحكم على الناس وعلى الاحداث وتخير شكل الدنيا حواليك فيه مشاعر فيه تلات مشاعر لو وقع الانسان اسير ليهم هيفسدوا حياته انتوا عارفين ان تلات مشاعر انتنا نحن تلات تلات مشاعر مركزية كده هي اصل كل الاترابات النفسية الغضب والخوف والحزن تلات مشاعر دولهم ما الاصل في كل المشاعر اللي بتاع الصدر والخوف والحزن بيتحدوا وساعاته يعملوا شعور القلق فيشعر الانسان انه اصبح عاجز عن الخروج من الحالة دي والجأ للنعزال مع انه الحالة دي سهلة جدا ان انت تخرج منها لما تعرف اليس الله بكافر عبده واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فاذا انت موجود في حضرة مولاك لكن يلجأ الانسان للنعزال ويفقد شعوره بنعم ربنا وبأمان ربنا ويحس انه في وحشة وفي وحدة مع ان الله سبحانه تعالى بيقولك انه قريب ونحن اقربوا الي من حبل الوريد فينسى كل انسان كل له ولما يمشي الانسان ورى مشاعره يحصل عنده مجموعة من الخرافات ايوة اسمها خرافات والله ما لهاش اسم غير كده احنا بينسميها مجموعة من المشاعر وساعات بقى لما حد يكون بقى عايز يبقى انه هو انسان زكي وانسان يعني مدير المشاعر يقولك مشاعر سلبية لا فيه خرافات جوانا عن المشاعر من الخرافات دي اللي بتخلينا ما نقدرش نرتاح اول خرافة خرافة احضار الماضي خرافة انه ايه يقدر يجيب الماضي ويحطه امامه النفس الانبارة بالسوق عارفة ان الماضي مش ممكن يرجع تاني ومش ممكن يبقى حاضر دلوقتي فمتخليني ادور على حد يشبه اللي فقدته في الماضي وتخليه نسخة منه وتبقى مش عاوزة يختلف عن اللي فقدته وتحاول تتمارس معاه اسوأ حاجة ممكن يمارسها انسان في العلاقات وهو التعوين تاني خرافة خرافة التناسخ ايه خرافة التناسخ دي؟ ان انت تعمل نسخ من الحاجات اللي بتحبها من الشعور او الشخص اللي بتحبه لكن في الحقيقة احنا جايبين ناس ما لهمش اي علاقة بهذه السور ونعيس ان احنا عايشين عشان نجيب الناس دي ونصنع بنا قدمين احنا مش منصنع بنا قدمين احنا بنعمل حاجة تانية عنعرفها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا سلام التعافي سلام ما ينفعش نخرج من رمضان الاو احنا حاسين بلزت وحاسين بتمأنين ان الله مسح على قلوبنا وخلصنا من اسر انفسنا عشان نكون قريبين من القلب السليم هو ده السلام اللي احنا عايزين وعايزين سلام نخرج متعافين من رمضان وعشان كده كان من اكتر الحاجات اللي بتستخدمها النفس الامارة بسوء جملة من الخرافات حاجات كده الانسان يحس ان هي كأنها قوانين في الكون اول قانون كان بتعمله النفس وده خرافة احضار الماضي ان هي تقدر تعيد الماضي مرة تانية خرافة التانية خرافة التناسخ ان انا اقدر انسخ وكأن انا بايداي كأن انا جاي الدنيا ده عشان اصنع بشر اصنع بشر يعني ايه اخلي ده زي ما انا زي اخلي جوزي زي بابايا واخلي مراتي زي امي وزي ابني زي ما نكنت عايز وافضل افك واركب في البناء ادمين عشان ايه عشان اعرف من المشاعر هي مشاعر الاحباط اللي حصلت لي او الخزنان اللي حصل لي او الرفض ابدأ بناء ادمين زي ما في خرافة تانية اسمها خرافة سلطان المشاعر بقى ان الانسان يعيش على انه مركب شوية مجسات عنده وعنده مجموعة من المشاعر وهي اللي ليها السلطان عليه والمشاعر تقول له اعمل كده اعمل كده ما تعملش كده ما تعملش كده زي سلطان مشاعر الغضب انا اعمل ايه انا طبيعتي كده يا جماعة طبيعة انه عصف لازم تعرفوا ان المشاعر الليها سلطان ما انا مقدرش امنع نفسي من من الحزن الاسود انتو ايه مش من قدمين مشاعر ما اقدرش اتحكم فيها خرافة تانية ان المشاعر ترى ان الناس شايفة مشاعرك فتبقى حاسس كأنك عريان قصاد الناس وده مش حقيقية على فكرة ما حدش بيتعرق بسبب شعوره وحاسس بي احنا اللي بنعره نفسنا الخرافة الخمسة خرافة عدم المسؤولية عن المشاعر وانا مالي اللي يزعل يزعل انا قلت اللي عندي اللي يزعل يزعل واللي يحصله يحصله مع ان الرسول اللي يزعله علمنا في مدرسة الكلمة الطيبة صدقة اللي هي متاخدة من مدرسة ايه واقوله للناس حسنة ويبقى الانسان بيقول دايما انا مش مسؤول عن مشاعري لكن في الحقيقة انت مسؤول عن مشاعرك اما انك متجيش انك متعملش حاجة تانية تأذي الناس وانك تمنع كمان الناس من ان تتأذى وتسيطر عن مشاعرك وده نص التكريف الحديث الشايف لا تغضب فانت مسؤول عن مشاعرك مسؤول عن مشاعرك انه ما تتعملش منتج مؤذي للناس الخرافة السادة خرافة المشاعر كلها صادقة يا انها ربي يطبق لما تتعامل مع شخص حساس او شخص مش بس دولة لما تتعامل مع شخص مصدق في هذه الخرافة ان اي مشاعر بيكون لك يبقى مشاعر صادقة وخلي بالكم احنا بنفرق كتير ان انا قدر مشاعرك وان المشاعر لها سلطان فلازم نعرف ده مش كل شعور بيجي لك بيبقى صادق ولا كل شعور بيجي لك كاذب كل المشاعر دي بتتحطى على معايير الاتزان فالاخبار اللي هي محل الصدق والكاذب تنفى تبقى صادقة وتنفى تبقى كاذبة وكذلك المشاعر تنفى تبقى صادقة وتبقى كاذبة الخرافة السابعة هي خرافة ان المشاعر حقيقية وانا عايش عشان احقق المشاعر دي ويدي نقطة انطلاق في الحياة ان انا احقق مشاعري لما احس بان فلان ده مش مريح اجري غاية مسبت ان هو مش مريح لما احس ان فلان ده غدار وانا شعرت بالغادر المغير ما يغدر بيا افضل امشي امشي لغاية ما اكد لناس ان هو غدار طيب ما ده مش حلو عشان اكون انسان مش لازم تكون المشاعر هي اللي له السلطان اللي بيخليكي انسان هي القيم الخرافة التمنى خرافة انكار اثار مشاعر على غيرنا ايه اللي حاصل المشاعر بتدمن واول حاجة بنتمنها هي الانكار ننكر فتبقى بتكسر خطر الناس ومهزة الراجل وخليه حاسس بان هو الا وحاسس ان هو ملوش حد وحاسس ان هو يعيني متدمر وقلبه مليا بالحزن والكسرة وانت بتقول ايه انا مليش دعو وانا مخدتش بالي وهو بيتأزي ديه من الحقيقة طب هو لو عمل معك كده هتحصل ايه لا ما يقدرش عمل معك كده اصلا انسان واضح اه بس هو تأزى من اللي انت بتعمله فانت بتأزيهم لانهم بيحاولوا طول الوقت انهم يقولوا ليك احنا جنبك ومع ذلك انت بتأزيهم لكن انت مش شايف حد غير نفسك وانك انت بتأزي من الناس ومش قادر تشوف انك كمان بتأزي الناس اللي حواليك وعشان كده واحدة واحدة بعد ما عرفنا الخرافات التمانية دي وعشان نخرج من الخرافات دي كلها ونتخلص من سلطان المشاعر وبعيد الكلام في فرق ما بين ان انا اقدر مشاعر حد اقدر حزنه اقدر وجعه اقدر خوفه وان انا سلمنه للشعور ده هو اللي مسيطر عليه هنعمل ايه مع كلام حضرت النبي لما قال للست اسبري يا امرأة انما الصبر عند الصدمة الاولى وعارف انها مصدومة بسأل لها اسبري عشان المشاعر ما يبقى لاش السلطان عليك يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نبقى وسارة لأحزننا لازم نعرف وظيفة المشاعر في حياتنا وده مش هيكون لما نعرف ان المشاعر دي عوامل مساعدة لفهم دروس الحياة مش على ان هي اللي بترسم لنا حياتنا لا بتساعدنا ان احنا نشوف الحياة بشكل صعيح والمشاعر كمان ممكن تكون محفزات للتفاعل الانسان مع الناس والاحداث وليها موظيفة مجمع وان هي بتخلينا نستثمر اللي فينا من عطايا ربنا وقدرات ومهرات وقيم واخلاق ورحمة وعفو وسعادة ونكتر كمان منها نكتر من القيم ونقدر نعيش بيها لو استثمرنا مشاعرنا فيها وزيك حد يمكن ان رسول الله كان اكمل انسان بس هو ما كانش تحت سلطان المشاعر كان تحت سلطان القيم حتى لما بكى على ابن سيدنا ابراهيم قالوا يا رسول لا تبكي قال نعم انما هي رحمة اه بقى رسول الله خرجنا من ان هو المشاعر كان لها سلطان عشان بعض الناس يقولوا ايه لما نيجي نقولهم خليك بتدير مشاعرك ومتحافظ على مشاعرك ومتخلاش تتحكم فيك يقول لي رسول الله حزن لا رسول الله قال انما هي رحمة فكان البكاء بتاع حضرة النبي بأبيه وأمي كالرحمة وحضرة النبي كمان علمنا عشان ندير مشاعرنا أن احنا نستعيز من الحزن يعني ايه؟ أن احنا خالبانا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال دوت برضه مشاعر كل اللي موجود في الحديث ده مشاعر فحضرة النبي بيستعيز منه ليه؟ ييجي واحد يقول لك با هو بيستعيز منه عشان مش يقدر يتحكم فيه بيقول لا بيستعيز بالله عشان ياخد من مدد الله عشان يشتعيطر على مشاعر دي كلها ولأن الحزن زي المرض بيأكل في الإنسان وبيخليه أشعر بالعجز فنسأل الله العافية منه ونسأل الله العافية من قهر الرجال ونسأل العافية من كل الأشياء اللي فيها انهزام زي في غلبة الدين كل ده نسأل الله ان احنا نتعافى منه فاحنا عايزين في رمضان وده مناسبة مهمة جدا جدا كل ما اقوله في رمضان احس بالراحة احس بان رمضان بالديني مدد فاحنا عايزين ما نخرجش من رمضان إيه لو ندخل في معاملة جديدة مع الله وهو ان احنا نبقى صبرين على كل حال على شدة الصبر رهيب مجاهدة النفس وانا مش شايف شيء ارجى للعباد المؤمنين المقبلين على الله مثل قولي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فنصبر على تعب الطاعة وان كنت انا شويتين تلاتة بقول تعب الطاعة عشان نقدر نتفاهم لكن انت بعد شوية لما تفهم الطاعة لحياتها تعرف ان الطاعة دي اكبر فصل في سول مدرسة الحياة ده ده الفصل اللي جاي يعلمك المهارات اللي بيها توصل للسعادة من اقرب طريق اللي هي الطاعة وعشان كده الصبر بقى يجي يخلي تعب الطاعة ما بقاش تعب لكن يخلي القلب يشرق وينير ويقبل على الله سبحانه وتعالى عشان نعيش بقى تجربة العيش بسلامة التعافي ده مش احنا طبعا في ناس كتير بتعيش في تجربة سلامة التعافي بان هي تعمل ايه بان هي تقعد مربعة ديها كده ومنتظر ان ربنا يمسح على قلوبها ويخفف عنها لا احنا عشان نعيش بقى سلامة التعافي تعالوا نعمل شوية حاجات اول حاجة نجالس اهل البشر والرضا نمارس اهل البشر والرضا ونستطيع ان احنا نتعلم منهم الدروس وازاي هم بيتعاملوا مع الاحوال وازاي كمان نقدر نخرج منه معاهم من هذا الاسر اللي نفس الامارة بالسوق تاني حاجة الخدمة انك تخدم عيال الله تخدم المكاسير واليتامة والمساكين الكبار السن وخاصة كمان احنا عندنا الناس مأزاد عندهم كتير في عدد من الناس الالزهايمر كل دولا محتاجين خدمة كل دولا محتاجين ان انت تساعدهم كل ما تساعدهم تلاقي سبحان الله كل ما تساعد حد بيتعافى من شيء خطير جسدي تجد قلبك بيتعافى من شيء خطير قلبي فعايز جسك ده كتعافى اخدم اهل الله اخدم الناس اخدم المحتاجين للمساعدة يبقى اول حاجة ببساطة خالص قلنا عشان تقدر تتعافى ببساطة خالص لازم تعمل ايه تصاحب اهل البشر الامر التاني تخدم المحتاجين لان خدمتك للمحتاجين تغير حالك الامر التالت والمهم ان انت لازم في كل يوم من الايام تتأمل في سنة رسول الله عليه وسلم وتأمل في اخلاقه وتتأمل كيف حضرة النبي في مواطن وما تمشيش بقى بوراء ايه ان انت تاخد من الحديث ان حضرت النبي كان زيك لا حضرت النبي كان بيعلمك ايه اهتفى من حضرت النبي كان زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيابي هو امي ليس كمثله مخلوق حضرت النبي ربنا جعله هذا الحال عشان نتعلم منه مش عشان يجي واحد يقول انا زي زي النبي لا حضرت النبي بيعلمك عشان ما تجيش في لحظة من اللحظان تخلي حضرت النبي حزن بمعنى حزن فحسب فقد سيدنا ابراهيم فهو يعيني حزنان على قضاء ربنا اللي اخد منه عاوز بالله كل هذا كلام فارغ لما سألوه لما اتبكي يا رسول الله قال انما يا رحم فتجلس كده في جوار حضرت النبي وكل يوم تشوفه كان بيتعامل مع الحياة ازاي كان بيتعامل معه الاساء اليه ازاي مع رسول الله كان ممكن يقول ايه لما جاله اليهودي وشد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من تلبيبي واساء للنبي كان ممكن حضرت النبي يروح مدخل ده كله على طول على مشاعر الكرامة وكما الفرصة اصحابي وهيبة الدين حضرت النبي ما قالش كل ده حضرت النبي ادار ادار غضب ولذلك جاله اليهودي قال له انا كنت عايز بس اشوف اخر علامة من علامات النبوة اللي انا كنت منتظرة وانه لا يزيده الجهل علي الا حلم اه يبقى ايه اللي حاصل هو بيقوله انه بيبقى بشر انسان كامل لما هو بيدير مشاعره وبيحافظ على قلم لا يزيده الجهل علي اه المشاعر ايه مشاعر الكرامة والثقرن النفس وحفاظ على الهيبة لكن كل ده يديره حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع احلم فيه اللي هو مكارم الاخلاق فانما بوعسته لأتم مكارم الاخلاق فيخرج مكارم الاخلاق فلما يخرج مكارم الاخلاق اللي يحصل يظهر نور حضرت النبي فيسلم اليهودي ليه لنشاف المعنى الاكمل للانسانية اللي بيعلمونا رسول الله اياك ان تجعل المشاعر سلطانا لان لا سلطانة ان تجعل المشاعر سلطان لان السلطانة لله وحده ولان المشاعر لم تأتي ليكون لها سلطان ولكن اتت لايه اتت لكي تحفزك أدت لكي تدار تدار على ماذا؟ تدار لكي تخرج من النار وتكون على مراد ماذا؟ وعلى مراد الغفار رابع حاجة أنت تعمله وتشيء مهم جدا جدا أن كل يوم في الصبح والمساء ممكن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تطلب فيه العافية من كل المشاعر السلبية الهم والغم والحزن والقلق والكآبة ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول ايه؟ نقول يا سلام يا من ربيتني على النعم وبعكفك كسوتني فحفصني من النقم أسألك أن تحصن قلبي من فتنة السقوط في أوحال الهم والغم وأن تجبر خاطري بأن تحميني بلطفك وحنانك فلا يبقى في جوفي ذرة وجع أو ألم وأن تغمس فؤادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم يا رب العالمين اجعلنا دائما متعافين واجعلنا دائما في عافيتك اللهم إن كنا في سلامة فازد علينا التعافي بأن تجعلنا ربنا في حصنك وإن كنا غير ذلك فاعفو عنا وعافنا عافنا وارزقنا سلامة العافية يا عفو يا كريم اجعلنا من أهل العفو يا رب العالمين يا سادة حكونا حكونا تجربتكم في العيش بسلام التعافي عشان كل واحد فينا يكونوا كثيرا بإخوانه وكمان نتعاون على البر والتقوى والمسلم كثير بإخوانه يا رب العالمين اجعلنا من أهل التعافي يا رب العالمين بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لأوقت عشان نجيب عليها بس كمان 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 بنتلقى عليها شيء منور كبير جدا جدا ويتجاربكم عن السلام وخاصة سلام التعافي اللي اتكلمنا عنه اللي مفيش حد فينا يحب ان هو يخرج من رمضان إلا وقد تنور قلبه وغسل قلبه بهذا السلام وأصبح هذا السلام مقيم في قلب يا رب رزقنا سلام التعافي وتعالوا ناخد أول سؤال من السيدة أم أحمد من إسماعيلية السيدة أم أحمد فضالي إزاي حضرتك يا فضلت الشيخ كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة وبسحة وبسلام وأنا بشكرك والله على الكلام الجميل ده والعلم النافع ربنا يزيدنا من علم حضرتك يا رب ربنا يحفظكم ويزيدكم النور وبركة بكل سنة وحضرتكم طيبين الله يخليك منور الدنيا ربنا يحفظكم الله يسعيدك أنا بس يعني أنا أخوي لي أخي يعني اسمه محمد هو إنسان قويس محترم جدا بس هو يعني يتعرض لابتلاق صعب أو شيء طيب هو هي زوجته هو الوقت انفصل عنها سرقت فلوسه وسرقته وقدتها لكوها وفتح مشروع بفلوس أكوية وحتى الأولاد طبعا بقوا في حضنتها ودلوقتي ما بيقدرش حتى يشوفهم في المنفي ودلوقتي نفسيتهم متضمروا جدا وأنا يعني أنا ببط عليه كنت مش عارفة يعني نفسي بسعيد أصلي 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 يا حاجم محمد يا أستاذ محمد هو مش محتاجي أنه يتبكي عليه هو ده اللي احنا بنقوله ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في التعافي النهار احنا مش محتاجين وحتى امبارح معلش يا سببت الشيخ امبارح شاف أخوها اللي هو سرق فلوسه هو وهي وبصله يعني لو أقول لها حضرتك بصله ازاي وكاده وكاده في الشارع أخويا مشي ما ردش عليه طيب وهو دلوقتي حدقين طيب خليني أنا أكلمه على دلوقتي ده السؤال الأول لأنه فيه سؤال تاني يا أمب أنا السؤال التاني أنا أمي نسلة متوفية رحمة الله عليها رحمة الله يا رب رب نجمع يعني وهي يعني سبحان الله يعني أنا إن شاء الله هي حصة الخاتمة لأنها طلعناها من العناء المركزة ويعني ماتت بس هي كان وشاو كله نور وحسينا اتغربنا يعني سبحان الله إن هي صغرة يعني بقت أصغر من نمسنا طيب وحتى اللي كان بيغسلوها كانوا بيصلوا على سيدنا محمد طيب يعني يعني تعامل لها عمرة وتصدقنا لها وكل حاجة مش عارفة يعني مش عارفة أنا نفسي يتطمن عليها ما تطمن عليها أنت بتقولي أنت ما قولي لسه إيه محاجة لاش وليسه إيه هل هي تعمل لها عمرة حضرتك بعد الوصاعة طيب هل هي كانت كانت معاها فلوس الحج لا هي 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 حضرتك جهدت نفسها رغم مرضها لا أنا بأس أسأل سؤال هل هي كانت معاها فلوس الحج لا هي خلاص أنا خلاص طيب أنا أكلم حضرتك إن شاء الله أكلم حضرتك بس يا أم أحمد المسألة بسيطة قوي أخو حضرتك اللي هو أستاذ محمد أستاذ محمد لسي مكلمة على ما تسيطرش عليك المشاه كونوا بصلك كونوا معرفش إيه إجمت وابني نفسك مرتاني وكل اللي فاتك ده استعين برزق الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون واللي اتاخد ده منك ده مش هو ده منتهى رزق الله وخلاص رزق الله انتهى رزق الله واسع يمين الله ملء سحاء الليلة والنهار لسه الرزق مخلص انت لو زعلان على انك انت ما حصلتش على حقك على فكرة ما حدش يمنعك ان انت بأي وسيلة من الوسائل تاخد حقك ولكن انا بقولك حاجة تحفزك انت لو كنت بقى عايز تبقى حاجة تحفزك يلا تؤكر على الله واكتهد واحصل على مال عشان اولادك دولة اللي واحتاجوا لك في اي وقت يجدوك استند ليهم ويجدوك ان شاء الله عاونة لهم على دوران الايام وتغير الايام فانا رأيه يعني انت سيبك من ده كله يا سيد محمد وما تخليش المشاعر تسيطر عليك لان خلاص اللي مضى مضى اللي حصل حصل احنا دلوقتي مش هقولك ابن النهار ده لكن احنا دلوقتي عندنا حياء الله سبحانه وتعالى امرنا ان نعمرها فيلا تؤكر على الله وسيبك من ده كله سيبك من ده كله مش معنا كده ان اولادك ملعومش اهمية لا سيبك من كل المشاعر دي وركز في عملك وركز في نجاحك وركز في محبتك لأولادك وتعامل معاون بهذه المحبة وان شاء الله كل ده يزول ويبقى كله خير ان شاء الله المسألة التانية اللي حالك سألت عنها وهي مسألة ان انت ما عملتش حج لولدتك بدل ايه ما كانتش قادرة فالحج ما كانش واجب في زمتها وانت لو عملت لها حج ندعو الله سبحانه انه يسر لك وان شاء الله وتعمل لها حج وان شاء الله فأقرب فرصة بس هي مش واجب عليها الحج انت هتعمل الحج وتقولي الله ما بمثل ثوابي حجي لوالدتي وان شاء الله يوصل إليها السيد أبي أستاذ أبي أستاذ أبي أستاذ أبي ممكن تتوطي التلفزيون وتسمعني من التلفون يا أستاذ أبي ألو ألو إزايك أستاذ أبي حاضر الحمد لله سمعني كده أه يالله توكلنا على الله اسأل بقى أستاذ أبي أه الكلب حرام الكلب نفسه أه لا الكلب نفسه مش حرام بص أقولك يا أبي بما إنك أنت أو ما قالوا لي أن أنت سنك لطيف وأنا بحب جدا جدا حالك تسألني الكلب يا سيدي كمخلوق ما يتقلش عليها حرام يعني التربيزة دي ما تنفعش يتقل عليها حرام أنا عمر الوردان ما ينفعش يتقل عليها حرال لا ينفع ليتقل عليها حلال ولا ينفع يتقل عليها حرام لأن اللي بيتقل عليه حلال وحرام هو أفعال المكلفين الفعل نفسه يعني يبقى اقتناء الكلب حلال ولا لا اللعب مع الكلب حلال ولا لا هو ده الكلب يبقى في البيت حلال ولا لا هي دي القصة فأنت بتسألني عن الكلب الكلب إن إحنا الفتوى المستقرة عندنا وفتوى السادة المالكية إحنا نرى إن الكلب كله طاهر كلب كله طاهر وإيه اللي حاصل طب ينفع يبقى عندنا كلب نحطه في الجنينة نحطه في البلكونة وخلاص طب لا مش عارفين يبقى المكان اللي إحنا بنصلي فيه ما يدخلوش يبقى دوة المسائل اللي إحنا قلنا عليه فإذا كنت بتتكلم عن اقتناء الكلب لأن اقتناء الكلب ليس حراما بهذا المعنى بهذا المعنى أن أنت بترعى حيوان ترعى حيوان يعني تنفق عليه بدل من يموت لكن الأساس أن اقتناء الكلب بيكون لغرضين أساسيين الزراعة الحرث والحراسة إن إحنا نستخدمه إنه يحرص الأرض والحاجة التانية إن إحنا نستخدمه في حراسة البيوت فإذا كنا نجيب كلب لحراسة البيت فهو جائز اقتناءه بلا شك لو أن نجيب كلب بقى وعن ربيه لأنه في الحقيقة وحيوان يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى إن إحنا نحافظه على حياته يبقى زي ما قلتلك نحطه في البلكونة أو نحطه في الجنين أرجو أننا نكون جاوبت عليك بالتفصيل يا سيد أبي أستاذة السهام تتفضل السلام عليكم يا سيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ثلاث أسئلة اتفضلي أول سؤال هو يجب عن الزوج إن هو يخطب على زوجته إن هو تاخد حقها في بيت أبوها الزوج أصلاً مالوش دعوة بالزمة المالية بتاعة زوجته وهم أصلاً ما عندهمش يعني فلوس البنك ولا كده ولا محلات ولا حدات زي كده هم بيت بس الحكم عليها تغضي حقك يا إمامة الزمين يبقى غلطان يبقى زوج غلطان لكن هو إذا كان هو عايزي سعيدة تاخد حقها من باب إن هو بيبين لها تمام بي لا يمكنك عايزة تاخد حقها وعليك أحلاع خلاص يا حر يعني أنا بسأل سؤال افرد يا سيد أن اللي هي دين على واحد وعايزة تصدق عليه عشان ربضان يخرج وأنا متصدق عليه يجي تيجي مرادة تقول لي لا ما تتصدقش عليه لو أنا لو أنا لو أنا كان في بيتي ومعطل بيتي أتصدق أتصدق ولا حد ولا حد يقدر يمنعني من الصدق أنت ليه هي لها زمة مالية مستقلة زوجها مالوش دعوة بفلوسها ولا ينظر إليها والراجل والراجل لازم يعرف ليه الست بتسأل أن جوزها بيتدخل في مالها ليه الست عندها أي تدخل من الراجل في أموالها يصبها بالتهديد ليه كده ده ما يخليه يقول عليه بخيل لا أو يقول عليه أناني أو يقول عليه مستغل لا هي تحس بالتهديد لأن الفلوس عند الست هي أحد أسباب الشعور بالأمان فهو لما بيجي ناحية الفلوس هي بتشعر بالخوف فزي كما يكلم الزوج العزيز ما لكش دعوة بفلوس زوجتك نعم السؤال التاني أن هي هل ده ممكن يكون إعقاب من ربنا أن هي عمل كيف أهلها زعلوا عليها أن هي جالها مرض مزنب وصرفت الفلوس وصرفت أكتر منهم كمان ما جايز ربنا جاب لها المرض المزمن ده عشان يرفع درجتها ليه يعني لما حد ليه لما حد يصيبه شيء يعتبر أن ده أتنوع من أنواع إيه نوع من أنواع العقاب طب بعض الأنبياء وصيبه بعض الأمراض فإصابة الإنسان بمرض لا تعني لا تعني أن الإنسان ده أتماله محل غضب الله سبحانه وتعالى لا تعني يعني لا تتعين لا تتعين لكن ممكن ممكن بس هنا في الحالة دي بعينها ده غضب من ربنا ما حد يقدر يقول كده المهم هو دلوقتي تاني بيخيارها بأن هي لما خدت الفلوس بتاعتها بتاعت الغسيل رفعنا قضية وكتبناها وهي عايزة تحطيلي الفلوس دي بإسمي أنا هو برضو بيعمل نفس اللي عمله في ورثها يا إما تديني الفلوس دين يا إما ما تلزمنيش وهطلقك وهي دلوقتي يعني عادت أهلها عشان خطر الوجه هو مالوش حق بس اللي أنا عارفه إن هو مالوش حق يقولي الكلام ده ومالوش حق يتصرف التصرفات دي وأتقل الله سبحانه وتعالى وهو ليس له حق إن هو يعمل كده يخلي الفلوس دي سبب في القطيعة مع أهلاء لا هو ليس له حق في ذلك نعم فأنا دلوقتي أخدها وأمشي يعني هي هيكت خلاص عايزتي بيش وعايزيني بخلصة لا 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 أه حضرتك كده بتخرب البيت يا فند طيب ما هما حضرتك بتخرب البيت يا فند ماركيش دعوة هتهملي على مركز الإشهد الزواجي ماشي طيب السؤال الثالث لا السؤال الرابع بقى ما هما سؤالين اللي هما بتعوازيتي تفضلي 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 يلا طيب أنا بصلي بكده راقعة اثنين بنسة تحيت ولا لأ فمش عاية ده وسواس ولا وسواس يا فند لو كان بيتكرر أكتب من ثلاث صلوات في اليوم يعني ده وسواس على طول يلا عشان كده قلتلك وسواس فده وسواس تعملي إيه بقى تعملي اللي تدفعي بيه الوسواس لو كان اللي بيدفع الوسواس ده ويخليكي الوسواس ده يهدى ان انت تسئولي لا أنا صليت أربعي بقى صليتي أربع خلاص سمين ربنا يفتح عليك يا أستاذ سيام ربنا يبارك لك إن شاء الله أستاذ عبد الله يتفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم وعليكم السلام ورحمة تركاته حج عبد الله أزيك يا دكتور عام لي يا دكتور فضل ونعم الحمد لله وكل عام تطيب يا دكتور وانت حضيك بطيب وبسلام وبعافظ أنا معي يا زوجة فتح قلبي مفتوح حد خدمت حضرتك وعند سكر وعند ضغط وعيانه متقدرش تتحرك وعايزة تسوم وليا لا هي بفترة أنا بخالها تفتر دكتور أقوله خالها تفتر وأنا حاجة المادية يعني تعبانا شعب أجيب لي عليك يعني بألف ونص كل شهر نعم ومقدرش الوقت بقول لي تفعل يعني أعمل إيه يعني كويس بصي بانت بتقول لي حاجة عبدالله أنا دلوقتي معنديش فلوس أدفع الفدية صح كده اه الفدية اللي هي تلاتين جنيه عن كل يوم صيام اه لو مش قادر خلاص لأن رسول الله بعد كده اسمع بس رسول الله لما جعل الكفارة العظمى حتى الكفارة العظمى على الراجل فقال له خد هذا وعمل إيه وادفع به الكفارة قالها على أفقر مني يا رسول الله وفي حد أفقر مني فقال له خلاص خذه واجعله في أهلك خذه واجعله في ايه في أهلك فأنت لو مش قادر تدفع الكفارة خلاص يبقى أنت مش قادر تدفع عليها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها طيب السؤال الثاني أنا بيقع في جماعة إشان ما حدش بقى جماعة وبتجع ولا راحة الحمام بتجع فما طولش أروح أصلي للعيس ولا أتن راح في الجار بصلي في البيت إن شاء الله إذا كنت معتاد أن أنت بتصلي في المسجد هيكتب لك الثواب صلاة الجماعة هيكتب لك الثواب صلاة الجماعة كاملاً وإنت حتى بتصلي في البيت لأن أنت حبسك العذر إن شاء الله وهو مساعدة زوجتك إن شاء الله نعم أستاذ محمودي تفضل أستاذ محمود من الشرقية السلام عليك يا دكتور عام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل السلام عليك وحضرتك طيب يا دكتور عام وحضرتك طيب وبصحة وبسلام وحضرتك طيب على الأم الإسلامية يا رب يا رب يا رب عندي لك سؤالين يا دكتور عام تفضل أنا عندي سؤال محيار مني بالنسبة لو الواحد جيه بين بيت وجب مثلاً صنايعي واثنين وثلاثة بتوع المحارة والطوب واتفقت معهم كل واحد يقض بصلاً خمسة خمسين جنيه وجد في الآخر كل واحد خد ربعين وسكت على هل أنا أبوه اللي هم ديول لهم في عشرة والحاجة هم قالوا لك اتفقوا معاك على كام فرضاً اتفق على خمسين على خمس قرش مثلاً طيب انت هو اتفق معاك وهو خبت معاك عند أربعة وهو سكت على عشرة ولا سكتت على عشرة هو سكت على عشرة ليه لا هو سكت عن عشرة يعني قال لك خلاص انت قلت له خلاص قد يخد الفلوس وانت خلاص كمل حقك كده خلاص تمام هو قال لك قلت قلت له كده فقال لك خلاص هو سكت ورا سكت لا 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 ما اشدعه بسكت انت دلوقتي بتسألني في حاجة دقيقة لو ما كنت سألتني أصلاً ما كانت شعباً في مشكلة بدلاً انت سألتني دلوقتي يبقى انت شاك انت بتقول لي هو كان ليه خمسين وانا ديزوه ربعين وسكتنا السؤال هو قال لك خلاص كده يبقى تمام حسابي خلص او انت قلت له اسمعني او انت قلت له كده حسابك خلص فهو وافق هو سكت ورا سكت وخلاص يا دكتر لا لا وسكت ورا سكتش لو كنتوا متفقين على خمسين وانت ديزوه ربعين وسكت لازم تعرض عليه لعشرة تمام ليه طيب عشان ده اتحقه عشان انتوا اتفقتوا خلاص تمام يا دكتر واحنا مأمورين ان احنا نافي بالعقود فعشان كده خلاص يا سيدي تمام يا دكتر بنا يفتح بيك وعليك ويجعلك في خير حال يا رب العالمين نعم يا سادة احنا النهاردة نتكلمنا عن سلام من اجل السلام اللي ممكن يكون يحصلوا حد في نهار رمضان وفي ليالي رمضان وفي انفاس رمضان وفي جمالي رمضان وفي حياة رمضان كلها انه ازاي يعيش بسلام التعافي يجد رمضان بيعافيه من اشياء كتيرة يقافيه من تعلقات ملهاش لازمة يعافيه من سعرعات يفعافيه من كزا فلازم يخرج من رمضان ومتعافي يبقى عندنا سلام اسمه سلام التعافي وقلنا عشان توصل لسلام التعافي ده صاحب أهل الرضا وأهل التسليم وكمان قلنا أن أنت أخذ من الناس عشان تبين أهل كمان من أهل النور والبركة وقلنا رقم ثلاثة أن أنت كمان لازم تصاحب حضرت النبي في خلق من الأخلاق وما تنساش أن أنت تربط ده كله بنور وبركة وبخيط من نور وأن أنت تدعو في الصباح والمساء دعاء يساعدك على التخلص من كل المشاعر السلبية ومن كل الأشياء وكل أمراض القلوب فتقول يا سلام يا من ربيتني على النعم وبعفك كسوتني فحفظتني من النقم أسألك أن تحصن قلبي من فطلة السقوط في أوحال الهم والغم وأن تجبر خاطري بأن تحميني بلطفك وحنانك فلا تبقي في جوفي ذرة من وجع أو ألم وأن تغمس في فوادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم يا رب العالمين عافنا بمعافاتك واجعلنا من أهل سلام العافية وارزقنا يا ربنا أنوارا كافية يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في عافية في كل وقت وحين اشتركوا في القناة